اهلا اهلا يا حلوين ازايكم يا رب تكونوا كويسين شوية افكار مختلفة للبيت علشان تعرفوا تنوعوا فيها على الفطار شوية الى اللي بتحب الفطار الهلسي هنعمل حشوة من ميكس خضار ويبقى اكلنا الصبحة على الفطار ويبقى تأكدنا ان احنا اخدنا جرائتنا اليومية من الخضار الصبح ودقنا يبنى بكمية خضار محترم المكونات بسيطة جدا شوية فلفل اغدر متقطع وطماطم وبصل وممكن تحطوا مع بروكلي او سبانك مجمدة يبقى كويس قوي مع البيت واثنين بضع ملح وفلفل وبقلب كويس قوي لغاية مية رويستوي بشيل الخضار ده في طبق على جنب واسوي الاملت واحط الخضار حشوة جوا اسيبه لحيد ما يستوي واقلبه على الناحية التانية وبعد كده هول الوقت لو محتاج نواية غطة غطي مش محتاج خلاص اقلبه على الناحية التانية كده واحط دلوقتي كمية الخضار الكمية كلها حسب عدد افراد قصرتك ورشة جبنة رومي او برميجان علشان تدي طعم حلو للخضار اللي هو مش موجودة مش مشكلة وحقفل الاملت بالشكل اللي انتو هتشوفوه دلوقتي وكده بقى خضار صحي والميكس ده هتعم حلو قوي وغالبا بحط شوية جبنة فيتا بيبقى طعم خطير طريقة لطيفة وبديدة للاملت كأنه كريب بس بدل ما نعمل عجينة من الكريب عملنا بيض وبيبقى مشبع جدا ومش بناكل معا عيش وبنقطر الخضار عشان يبقى هلسي اكتر الطريقة دي بقى طريقة مشبعة جدا للفطار سواء لو كان عندك اطفال او لأ الاملت بالبطاطس المبشورة المكونات زبدة وبطاطساية مبشورة وبيض وملح وفلفل والجبنة حسب الاختيار هاخد التصو فيها الزبدة والزيت لو حب زيت بس اوكي حيبدأ حول نبدأ الاول بالبطاطس المبشورة واحاول ان انا فرشها كويس في الطاصة علشان كلها تستوي نفس التصوية ونزلت عليها بالبيت اللي هو حيمسك المكونات مع بعض ويخليها املت هنزل بالملح والفلفل فوق الاملت وهارش رشة من الجبنة الرومي انت ممكن تحطي اي نوع من الجبنة عندك برضو اختياري وغطيتها حوالي 15 دقيقة والنار تكون هادية جدا عليها علشان يستوي برحته لان البطاطس هنا ناية زي ما احنا شايفين بخار المية اللي تلع في الغطى كده هو ده اللي سوى البيت وساعت على انه هيستوي بصراحة حاول ان انا نزينه باي حاجة خضرة موجودة عندي انا حطيت هنا شوية من الشبت وده الشكل النهائي لي هي ساميكة على فكرة قوي كانها برضو قطعة من البيتزا كانت عموها لذيذ قوي عملوها هتعجبكم والتسوية جميلة من تحت بس بقوطوا عليها النار وغطوها بغطى يكون محكم عليها شوية هنا بقى حنيجي عند بواي الاكل اللي موجودة عندك في البيت استخدمت هنا قطعتين من الزبتة وكان عندي كمية بسيطة من البطاطس المسلوقة بقية عندي هرستها كويس قوي ونزلت بيها على الزبتة ونزلت عليها كمية البيت المطلوبة وملح وفلفل برضو على النار هجية وانزل اي مكون اضافي عندك زي الطماطم انا هنا عملت طماطم وزاتون اغدر والفلفل اغدر وجبنة شدرة او ممكن تحطي المشكل الجمن او الجمنة اللي انت عايزها واي لو كان عندك اي لحوم باية عندك هتبقى جميلة برضو او بصر ما هتكون طعمها جميلة بس لازم تقطعيها كويس قوي برضو قبل ما تنزلي بيها على الخليط رشة من الفلفل الاسود ورشة من الزعتر المطحون هغطيهم عشر دقايق وهنزلها من التصودي الشكل النهائي لها الوصفة دي هيبقى فيها بطاطساية مسلوقة ومهروسة ثلاث بطاط اتنين مكعب زبتة ملح وفلفل قطعتين من الجبنة المثلثة او كيري او قريش هيبقى احسن وحيبقى افيد لو حبط دي في كركم للبطاطس دي فيه هقلب البيت بالطريقة دي لاني مش عايزها هيبقى عيون ولا عايزها يكون قملت هيكون متقطع كده بالطريقة دي هنزل عليهم بالقطعتين الجبنة المثلثة اللي معايا هحاول لنمس يعني ادعكها كويس في وسط البيت علشان تسيح وكمان اه حضغط عليها كده علشان الحليط يبقى مع بعضه احسن هنا انا نزلت بالبطاطس اهو بقو البيت وعلشان ازود القيمة الغذائية ضفت بقدونس فريش متقطعه وهيفلفل احمر رومي هنيجي هنا تاني لباقي الاكل اللي ما كنت عندك في البيت كان عندي بطاطس ويتجيز باقي عندي حطيتها في مكعبين من الزبتة وعليهم بيضة عايزها تبقى عيون كده ونزلت عليها بقو قطعة كانلة من الجبن الرومي وغطيت عليها خمس دقايق وحطيت ملح وفلفل وده الشكل النهائي لها يارب بتكونوا استفدتوا النهاردة بتنسونش في اللايك والسبسكرايب والشير اشوفك على خير الفيديو الجاي باي باي